لمع برك الخيل بركين ويا جمال الخير بالحمل وبركين تحياتي من أهل بركين لكل منظرونا من الإحباب إلى بركين بلدة ساحلية بفصلها عن أراضي الداخل المحتل لسهول خضرة كانت إلها بمثابة شط نجاة وصلت مباني بلاد الشام ومصر بقوافل تجارية وحوطتها جبال وقلاع حصنتها بأيام الشدة والحرب أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك معنا بالمشوار فلسطين ضمن حلوة يا دنيا اليوم موجودين عندكم في بركين وحبين نعرف عنها أكتر من حضرتك خليني نبلش بالموقع بركين بلدة فلسطينية تقع في الجنوب الغربي لمدينة جنين وتعد الأقرب للمدينة تبعد عنها أربعة كيلو متر عدد سكانها ثمان ألاف مواطن بينهم سبعين مسيحي بشكل أجمل صور التعايش الإسلامي المسيحي بلدة بركين مساحة أراضيها أربعين ألف دنم تمتد من سهل عرابي ووصول الأراضينا المحتلة مخصومة الجلمة ومكابلة خلينا نحكي عن أهم ما تشتهر به بركين بالإضافة لإشتهارها بالزراعة تشتهر بوجود الأماكن التاريخية والدينية منها رابع أقدم كنيسة في العالم كنيسة الكديس جورجيوس واللهيل خوخل للمكان الذي نحن موجودين به ومقام الشيخ سبع قصر جرار بعود للزمن التركي وهو كان أحد المنازل لعوض آغا جرار كان يسكنه رممناه واليوم هو عبارة عن مزار ليس سموه الخوخة؟ الخوخة هو اسم تركي يعني الباب الكبير بداخل الباب الصغير ويعني القوة القوة إذا طلعنا على الباب الصغير والباب الكبير راحين نشوف المعلمات اليوم مسألة الخوخة هو مركز ثقافي سياحي تراثي حاضر في بركين بكل نشاطاتها إلى الشمال من البلدة رابع أقدم كنيسة في العالم اسمها مرتبط بمعجزة الشفاء من البرس فيها أثار دلالات على عظمة مكانتها الدينية مشاهدين احنا متواجدين في كنيسة القديس جوارجيوس ورحنا نتعرف عليها أكتر مع الأستاذ معين أستاذ معين خلينا نبلش بالتسمية ونحكي عن سبب تسمية الكنيسة ونربطها باسم القرية برقين صحيح طبعاً في هذا المكان حسبت معجزة الشفاء العشهر بلوس للسيد المسيح له الماجد يجي تسمية برقين هي من البرس أو برقين هي اجت من البرس اللي كان موجود المعجزة اللي صارت هون في هذا المكان تمام خلينا نفوت جوه نتعرف على الكنيسة أكتر نحن متواجدين في النقطة اللي موجود فيها البير الروماني واللي يقال إن المعجزة حصلت فيه هاي فتحة البير اللي هي موجودة خلفنا مباشرة في هذا المكان كان يستعمل في العهد القديم كحجر صحي طبعاً كيف ما ذكر في إنجيل لوكا 17 من 11 إلى 19 في هذا المكان كان عشرة أشخاص معديين من مرض البرس كانوا معزلين داخل هذا المكان نجلولهم أكل وشرب من فتحة البير اللي هي كانت موجودة لأنه كانت شريعة موسطة القديمة تحكي إنه كل إنسان معدي بأي مرض إنسان نجس إنسان حامل خطية من أمه وأبو إنسان كمان معدي طبعاً هاي القرية كانت موجودة في العهد القديم كانت تسمى بيت فلوة قديماً فهم أطلق عليها بوريسين نسبة لانتشار مرض البرس حتى اليوم هي تسمية بيركين هي من البرق اللي كان موجود على جسم الناس الموجودين في هذا المكان طبعاً السيد مسائجة شفاهم العشرة داخل هذا المكان اللي احنا موجودين فيه كيف ما ذكر في إنجيل لوكا هم عشرة تسعة منهم عبرانيين وواحد كان السامري اللي هو وصف السيد المسيح في الأجنب طبعاً العشرة شفوا التسعة العبرانيين وابسطوا لهم رايحين السامري الوحيد اللي قدر إنه السيد المسيح شفا رجع شكره داخل هذا المكان اللي احنا موجودين فيه وقال له السيد المسيح اذهب إيمانك قد خلص بعد هالناس اللي اعتنقض الدين المسيحي لاحظة بلش ينجلوا داخل هذا البير يصلوا في القبيه كبروا البير عملوه كنيسة صغيرة تقريباً من 2000 سنة لانا كانت فترة الضهاد الروماني كان ما يبنعوهم انهم يصلوا بشكل عالي كانوا يصلوا داخل هذا البير حتى ما جاء الملك هلاني امول امبرتور كسطنطين على هذا المكان او على فلسطين بالدات وبلشت ابني كنائس ايجت على هذا المكان سنة 336 سمت الـ 2010 صار فيه ترميم للكنيسة ووجدتوا بعض المقتنيات اللي موجودة فيها فاجأنا هون في أرضية البير الكينة تلت رهبان وطفل صغير كانوا مدفنين في هذا المكان احملنا لنفحص ديانية في جامعة النجاح اتبت لهم مدفنين 500 سنة من يومنا شلناهم من هون دفناهم بالحديقة كل الشغلات اللي منتفرج عليها داخل هذا المربع قديماً كانت موجودة معهم انجيل باللغة العربية صليب خشب قديم كندي الرومانية المداليات اللي هم اللابسيني وكنيتين جيت مقدس مليانات لغاية اليوم حسنا طيب خلينا ننتقل لموقع آخر داخل الكنيسة لنتحدث ونتعرف عليها أكتر احكي لنا عن النقطة اللي موجودين فيها احنا هذا كرسي البطرق اه هي كرسي البطرق الوحيد بفلسطين الوحيد في الأماكن المقدسة المصنوعة من الحجار بعودي لسنة 336 طبعاً في العالم في شمنه الاثنين الكرسي الموجود حالياً هون كرسي تاني موجود في سوريا في معلولة وباك الكنيسة كلياتها خشب كذلك الأمر لاحظي هون كمان الجدار كرسي الأكداس بعودي لسنة 800 ميلادي وباقاً ما تغيرش عليه ولا أي شي يا مناجة أهل البلد ربهم وطلبوا منه الغيث ورفعوا رايات من فوق الجبل لا يحموها قصص شعبية ومواويل أوف وعتابة رح نسمعها من العم أبو صامد عم أبو صامد أهلا وسهلا فيك معنا بمشوار فلسطين دون حلبي يا دنيا بداية احنا موجودين بمقام الشيخ سبع وهو مقام له دلالة ومكانة دينية كبيرة عند أهل برقين احكي لنا أكتر عنه فهناك رواية تاريخية تتناقلها الأجيال طبعاً أن هناك إنسان صالح توفي وسجي في المسجد الشرقي حتى الصلاة عليه وتقول الرواية أن النعش طار حتى وصل إلى هنا ومن هنا بدت تقريباً الإيمان بكدسية المكان أو المعجزة إن سمناها معجزة بما إننا عم نحكي عن القصص الشعبية خلينا نروح للأعراس البلد معروفة ومشهورة بزجالينها مشهورين نحن بالزجل وعننا الحمد لله أفضل شاعر في فلسطين والشاعر عساف طاهر ألف أغاني لهاي أغنية سميرة توفيق ياب عبد الفتاح طاه العنب طاح أغنية دلالة الشمالي دق المهبات شحميد طلت على الحي شيالة عن وجه الضيف لنحيد مارد دلات شعالة الصراحة كان بالفعل هو يحيي الأعراس ويعمل يربط الدراث بالسياسي كانت تقسم الأعراس لليلة التعليلي وحمام العريس والزفة هذا بالنسبة للرجال بالنسبة للنساء الحنة وطلعة العروس وطبعا وصمدة العرسان كانوا بتعرفي تجمع أهل القرية وكانوا يعني يطبخوا طبخة الظهر خلينا في الطبيق الطبيق كان عبارة عن زي ما تقولي أرز وفاصولية ما كانش في منسف هذيك الأيام لا ما كان في منسف كان في لبن ورز نحن يطبخوا لبن ورز وكل النساء اللي عندهم أغنام وعندهم لبن كانوا يتبرعوا تبرع لأصحاب الأهل العريس أنوا بعدين تدور المحاورة الزجلية مثل بين الشائرين عن الكلام والسيف عن الحماوة الكنة عن الصمرة تعزينا للمهم لا قول يلا بدنا تقول وكانت كمان كذلك الأمر برضو وقفة أوف وعتابة يعني كل واحد يبين لا وضح البلد فنية كتير كتير فنية يعني في أحد الشعراء اسمه أحمد عبيدي قال لمع برك الخيل بركين ويا جمال الخير بالحمل وبركين تحياتي من أهل بركين لكل منظرونا من الإحباب يا سلام شايفي كيف وطبعا هداك أبرد عليه الثاني نفس الشي بيت عتابة يغنوا النسوان جر رجالي تقدامي تياه اسم العيلي وأنا رجالي يقدامي 2100 وكان يعني حمد للعيلي وكانت كناية يعني أن العيلي هاي بنت عيلي وهاي رجالها قدامها بظلهم يمشوا تويوصلوها دار العريس وبآخر المشوار رسالة حملنا إياها أبو صامد في بيت شعر لبرقين بيوصف جمالها برقين يا أجمل صورة بتخطر على البال يا غنية مسحورة من فوق تلال حفافها خضرة وحليانة ويمحل الجو لو تقصدها بزيارة يا عاشق لو تلقى سواد العيون والشعر شلال عشمال شوي كنيسة صيتها مشهور لو تقصدها بزيارة ترجع مبهور جاه المسيح من وجهه شاع النور شفى المرض منها ورفع الإذلال لحلو يا دنيا لم أبو هلال من بلدة برقين